إذن كيف تقرأ هذه الأكتوبة التي ظل يرددها الجيش الإسرائيلي بأنه لا يقهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يوم 7 أكتوبر ده يوم تاريخي ما قبل 7 أكتوبر شيء وما بعده شيء تاني في حياة المنطقة العربية بالكامل وليست الفلسطينيين فقط ما حدث من المقاتلين الفلسطينيين الحقيقة عملية عسكرية بتخطيط مدروس واعي وعلى أعلى مستوى فني عسكري الحقيقة تمت من خلال قوات برية وقوات جوية من الطائرات الشارعية وقوات بحرية إنما اللي حصل ده بيدل على ضعف المليارات اللي صرفتها الحكومة والكيان السهيوني على حدوده لعزل الغزة والمدن الفلسطينية بصرف مليارات على الأمنة هذه الكيان طلع إن كله ضعيف ووهن وسهل اختراقه بصورة شابول حقيقة المقاتلين للفلسطينيين في نفس الوقت نقول إن ده إن شاء الله يوم فارق في حياة المنطقة العربية كلها الحقيقة هل يعني سبب صدمة فعلا للجيش الإسرائيلي طبعا فيها عنصر المفاجأة وده أهم ما فيها يعني فيها حقيقة بستين إنها استخدمت يوم السبت زي يوم سبت ستة أكتوبر نفس التوقيت يوم اللي هو الأجازة بتاعتهم يستخدم فيها نفس الزكاء السبق اللي الدولة المصرية عملته اتنين عنصر المفاجأة اللي هي فيها المبغتة اللي أفقدت العدو توازنه فعلا وخلته شل التفكير وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم في أي شيء نعم أشارت الصحف العبرية اليوم لما أشرت إلي حضرتك يعني بأنه يعني مشابهة لما حصل في 1973 بالضبط كذلك ده وسبعين ودي أول مرة الحقيقة يحسب للمقاتلين الفلسطينيين أول مرة من احتلال الكيان السهونين يكون لهم رد فعل تجاه حفاظ على أرضهم وهويتهم الحقيقة بهذه العملية النوعية الحربية اللي عملوها مع الكيان السهوني نعم لأول مرة تحصل حقيقة طيب أيضا لأول مرة نتنياهو يعلن الحرب بعد ما أعلنه في حرب 1973 ما الذي تقرأه في ذلك يعني عندما ظهر إعلانه للحرب ده دليل إنه هو الغطرصة اللي كانوا عايشين فيها أبو كبرياء ومتهز وطلع شكلهم سيء قدام الرأي العام العالمي اتنين إنه هو ده غير مسموح بلي إنه هو يعني للحرب بهذه البساطة يعني أنا بنتهزي الفرصة الحقيقة فين تدخل الأمم المتحدة ما توقيتش يقول لي أنا أقلق أنا أقلق لازم توقف هذه المجازر يمكن بنتهزي الفرصة إنه بعد عجمع الدول العربية يكون لها اجتماع طارق لأخذ موقف تجاه هذا اللي ما يحدث تجاه إخواتنا فلسطينيين من مجازر وعدوان مستمر نحن متابع محرك الوقت النشاط الأخبار قصف غير طبيعي للمدنيين اللي عزل في غزة فلازم يكون في وقفة لجمع الدول العربية إنها تأخذ يعني تعمل اجتماع طارق لحل هذه القضية إذا كانت كيان السهوني وهذا ما نادى به ودعا به مندوب فلسطين نادى به في جامعة الدول العربية أيضا في الإشارة إلى هذه المعلومة التي ذكرتها أنت يعني الأمين العامي للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد فقط هذا ليس يكفي لا يكفي وبعدين في ناس بتموت وناس عزل ما هو أشعب إلى حصار إسرائيل لقطع غزة ومنع الوقوف والغداو وضرب في البنية الأساسية يعني بيدمر شعب ليه يعني مش للدرجة وده عنده صاحب يعني ده صاحب أرض بيدافع عن قضية بدالين هما نفسهم كلهم جاريوا لأن هما من صحاب الأرض على مطار بن جوريون هما من صحاب الأرض هما دول صحاب الأرض بيدافع عن قضيتهم طيب أغلب الضحايا المدنيين يعني في غزة وإشار مراسلنا قبل قليل إلى أن القصف يعني مستمر من الجو ومن البحر وسمعنا على الهواء يعني سمعنا القصف وأغرب ما في الموضوع حضرية بتقول أن انت بتستدعي الأسطول الأمريكي وحامل الطائرات وغوصات ليه ده كل ده غزة كلها قد كده بش مستدعية كل العتاد العسكري وخمس تلاف مجند ليه؟ ليه العتاد ده كله يعني إيه الغرض من وراء يعني ده السؤال اللي كلنا بنسأله وهو لو عمل اكتياح بري ده غزة هو قصرار هل يخطط للذلك؟ هو سيناريو محتمل بس يبقى يعني منتهى سوق التقدير منه لو عملها لأن في العلوم العسكرية دايما نقوله إذا الجيش دخل في حرب المدن فهي مقبرة لي دي معروفة يعني أقرب حاجة لينا القوات الروسية لما دخلت المدن أكرونية عانت الأمرين من المقاومة فدخول المدن مش بالسهل لو عمل اكتياح بري وإذا كان بيهدف لمنه إن هو يعمل عملية اكتياح بري عشان ينفذ المخطط بتاعه الحدود المصرية مع سينا أعتقد الدولة المصرية لرأي تاني خالص ويبقى لها توجه تاني خالص أتصور كده يعني طبعا دول أهلنا ودول ناسنا وأهلنا وسهلا بيهم لكن هو بيسعى القط للقضايا الفلسطينية وده شيء غير مقبول إذا كان ده هدفه يعني وإذا كان هذا هدفه يفترض أنه يكون أيضا وبرضو في الحقيقة الدول العربية كلها يعني يكون لها كلمة ويكون لها رأي وموقف واضح بالزبط كده لكن هو السؤال أنت النهاردة في سياساتك بتسعى أنك أنت عايز تحقق سلام وأنك تعيش في سلام في المنطقة وبتسعى أنك أنت تعمل تطبيع مع دول الخليج عملت مع الإمارات وبتسعى مع السعوداء أنت عايز تعيش في سلام لي وأنت أصلا مش عايز تحل المشكلة الرئيسية القضايا الفلسطينية وعين السلام وأنت تتحرك عسكرية بزا